موسيقى أفثانية صباحا بتوقيت القاهرة مشرة جديدة من القاهرة الإخبارية والبداية دائما بأبرز العنوين مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المنتشرة على الحدود وبانتدعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فلاديلفيا تقارير عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الضربة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية بعد انذارات جانتس لرئيس الحكومة الإسرائيلية وسائل إعلام تتحدث عن اعتزام نتنياهو وحل مجلس الحرب موسيقى قال مصدر أمني مسؤول إن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فلاديلفيا وتحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود وأوضح المصدر أن هذا ما حذرت منه مصر منذ شهور وأن الهجوم الإسرائيلي على محور فلاديلفيا يخلق أوضاعا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد وأضاف المصدر أن مصر واعية لمخططات دعاة الفتنة والتحريض والإثارة مؤكدا أن المسؤولية الوطنية فوق كل اعتبار كشف مصدر أمني مطلع عن تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى إطلاق نار بين عناصر من الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية أدت لإطلاق النار بعدة اتجاهات وقيام عناصر التأمين المصري باتخاذ الإجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران وقال مصدر أمني مطلع أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة ومحور فلادلفية ليس أمنيا فقط لكن لمسارات تتدفق المساعدات الإنسانية مضيفا إلى أن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فلادلفية يأتي هذا فيما أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود هذا وأعنى المتحدث العسكري المصري أن القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودية برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين وإلى تداعيات العدوان على غزة ترجمة نانسي قنقر نقلت وكارة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيين تأكيدا بأن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء بشكل طارق بشأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيما للاجئين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وأشارت المصادر إلى أن هذا الاجتماع المغلق دعت إليه الجزائر العضو غير الدائم حاليا في مجلس الأمن وأسفرت الغارة الإسرائيلية عن سقوط 45 فلسطيني وإصابة العشرة أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجزرة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية إلى إنهاء الرعب والفضائع في قطاع غزة مؤكدا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أعرب مفاوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن شعوره بالهلع إثر ما حدث في مجزرة الاحترال الإسرائيلي بمخيم للنازحين في تل السلطان شمال غربي رفح الفلسطينية ووصف الصور القادمة من المخيم بالمروعة وتظهر أن أساليب الحرب الإسرائيلية البشعة ما زالت قائمة وطالب تورك بمحاسبة المسؤولين ودعا أيضا الفصائر الفلسطينية إلى التوقف عن إطلاق الصواريخ وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ومن دون شروط أكد المفاوض العام للأونر وأفاليب لازاريني أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة ووصف لازاريني الصور التي ظهرت من مدينة رفح الفلسطينية بأنها مرعبة للغاية لا أستطيع التعليق على الخسائر البشرية لأننا لم نتمكن من التواصل بشكل صحيح مع فريقنا على الأرض لقد رأيت الصور إنها مزعجة ومرعبة للغاية أعتقد أننا كنا واضحين أكثر من مرة لا توجد منطقة آمنة في غزة وصف البيت الأبيض الصور الواردة بعد الغارة الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية بأنها مدمرة وأكد البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تتواصل بشكل فعال مع الجيش الإسرائيلي والشركاء في الميدان لتقييم ما حدث في رفح الفلسطينية كما طالب البيت الأبيض إسرائيل باتخاذ الإجراءات والاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الأبرياء في غزة طالبت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وقال جولي إن كندا تشعر بالفزع إذا ضربات أودت بحياة مدنيين فلسطينيين في مخيم للنازحين في رفح الفلسطينية مؤكدة أن كندا لا تؤيد أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ذكرت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري تقييما حول الغارة التي شنتها إسرائيل على رفح الفلسطينية ونقل موقع أكسيوس عن اثنين من المسؤولين في الولايات المتحدة قولهم إن واشنطن تبحث ما إذا كانت تلك الغارة انتهاكا للخط الأحمر الذي وضعه بايدن لإسرائيل خطوط حمراء غير معلوم مداها وتأثيرها تتحدث عنها الإدارة الأمريكية تارا لمنع أي هجوم على رفح الفلسطينية وتارة أخرى للحديث عن عملية دقيقة ومحدودة فالبيت الأبيض يقيم الآن بحسب متحدثيه ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت الخط الأحمر لبيدن بقصف مخيم تل السلطان للنازحين في رفح الفلسطينية محرقة الخيام بدأت كواليسها تتضح فقد قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع أكسيوس أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان حين كان في إسرائيل الأسبوع الماضي شعر بأن كثيرا من المخاوف الأمريكية قد تمت معالجتها من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي تقييم سوليفان أدى لتخفيف الولايات المتحدة من معارضتها لتوسيع جيش الاحتلال من عملياته في رفح الفلسطينية وهو ما أعقبته قوات الاحتلال مباشرة بمجزرتها الوحشية في مخيم تل السلطان ما أسفر عن سقوط عشارة الشهداء من النساء والأطفال الولايات المتحدة وهي أكبر داعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس ازدواجا فريدا في المعايير تجاه فلسطين فبينما تمد جيش الاحتلال بالأسلحة والذخائر القاتلة للغزيين تعمل على إنشاء رصيف بحري لإمداد غزة بالمساعدات الإنسانية وفي الأروقة الدولية الفيتو الأمريكي عاضر دائما لوقف أي محاولة أو قرار أممي لوقف العدوان على غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني مواقف إدارة بايدن بهذه الصورة تثير دائما التساؤل متى تضيء الخطوط الأمريكية باللون الأحمر لتتوقف إسرائيل عن جرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي هذا وأدانت مصر بأشد العبارات قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية وأشارت الخارجية المصرية إلى أن هذا الحدث المأساوي جاء إمعانا في مؤسرة استهداف المدنيين العزل والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة وطالبت إسرائيل بالامتثار لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية موسيقى 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 اشتركوا في القناة قال القيادي في حماس أسامة حمدان إن جيش الاحتلال دمر المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وكافة المرافق المدنية ولاحق النازحين إلى أماكن نزوحهم ووصف حمدان ادعاء الاحتلال بوجود مسلحين في موقع مجزرة رفح الفلسطينية وقح وكاذب محملا الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة وطلب حمدان المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح لوقف مجازر الاحتلال واتخاذ قرار بإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى فرض عقوبات على الاحتلال ووقف تسليحه وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بسقوط 45 شهيداً منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن و249 جريحاً في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم للنازحين في تل السلطان شمال غربي رفح الفلسطينية وكان الدفاع المدني في غزة أشار إلى وصول 50 شخصاً بين شهيد وجريح جراء القصف الإسرائيلي للمخيم إلى المستشفى وأوضح الدفاع المدني أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمة إثر القصف الإسرائيلي مشيراً إلى أن المنطقة المستهدفة تضم 100 ألف نازح وأشرقت الشمس فكشفت ما دبّر بالليل إنها رفح الفلسطينية جريمة حرب مروعة ارتكبها جيش الاحتلال في مخيمة للسلطان للنازحين الغزيين ما فيش ولا حاجة ولا أي شيء ما سمعنا الله صوت عالي جداً والنار ولعت حوالينا الصغار صار يسرخوا الولاد كل الغرف اللي حوالي رزينجوا هذا يعني الصوت كان مرعب حسينا كأنه الزينجوا بده يجاع علينا شضايا مرجعت علينا في الغرف جارنا الله يرحمه وكان بصلي واستشهد نيران محرقة فحمت أجساد النساء والأطفال داخل خيامهم فأصبحوا بين ليلة وضحاها متراصين داخل أكفان بيضاء بينما انتحبا ذووهم شباباً وأطفالاً على فراقهم في لحظة أخيرة قبل مواراة شهدائهم الثرى جيش مختال كادم فيش آمن في غزة لا يوجد آمن فيش لا لطفل آمن ولا الشيخ ولا لمرأة حيه هو زوجته حيه استشدوا راحه ترك الأطفال أبرياء اجدنبه اجدنب الأطفال تتيتر حسبي الله والتنامه لكينو باس جريمة تل السلطان إنها مجزرة مكتملة الأركان حولت عشرات الغزيين إلى أرقام في دائرة قتل وحشية لا تتوقف عن حصد أرواح الشهداء الفلسطينيين غزة كل يوم تنحرق كل يوم وكل ساعة احنا ما زالنا بننحرق ومنحرقوا مرة واحدة ولكن احنا نحرقنا كل يوم بننحرق وكل يوم بنولع فبعيون قاحظة وملامح هالتها مشاهد القريمة المروعة ما زال الغزيون يحكون تفاصيل رغم قسوتها لا تفي بما عايشوه من جحيم محرقة رفح بعد المغرب مباشرة أنا ورد أتعشع بعد الصلاة المغرب إلا أقول إيش هذا الزلزال نفض الأرض نفض شهادات الغزيين على الجرائم الإسرائيلية ليست مجرد حكايات تروع بل واقعا مريرا منذ عقود عديدة يحيوه يوميا فغزة أهلها يحرقون ويقتلون ليلا ونهارا أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب في غزة لوضع حد للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي القطع وخلال لقائه مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي تناول الرئيس المصري المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وتدعياتها الإنسانية والأمنية كما أكد الرئيس المصري ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة من جانبه أشاد الوفد الأمريكي بالجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة قال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه يجب على إسرائيل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية والتوقف عن حربها في قطاع غزة وقال بوريل في مؤتمر صحفي في بروكسل أن إسرائيل يجب أن تتوقف أيضا عن اتهام وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بأنها منظمة إرهابية نحن نريد أن نطلب من إسرائيل أن تقوم بتنفيذ قرارات المحكمة العدل الدولية وأن تتوقف عن اتهام الأونروا بأنها منظمة إرهابية وأن تقوم بإيقاف حملتها البرية على غزة ويجب أن يتم ذلك بأقوى لحجة ممكنة وأن نطلب من إسرائيل أن تفعل ذلك لأن محكمة العدل الدولية تطلب من إسرائيل أن تقوم بفعل ذلك وفقا لمتطلبات محكمة العدل الدولية من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن برلين تؤيد إعادة تفعيل البعثة الأوروبية في رفح الفلسطينية وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة ملزم وأنه يجب على إسرائيل احترامه قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل بوينو أن الاتحاد يبذل جهودا مشتركة مع مصر ودول أخرى في المنطقة لدعم السلطة الفلسطينية وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أكد ميجيل بوينو أن هناك خطة عربية أوروبية لدعم عملية السلام مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة هذه الجهودا مشتركة التي نقوم بها مع شؤكين العرب سواء كان مصر ودول أخرى في المنطقة هي في نفس الاتجاه الاتجاه الذي كما قلت يعني الاتجاه اللي دعم السلطة الفلسطينية هناك خطة أيضا عربية لأحياء أمالية السلام هناك خطة أوروبية ورؤية أوروبية تدالى أيضا بهذا الأمر والضغوطات على السلطة الإسرائيلية مستمرة ليس فقط على مستوى الأوروبي وإنما من قبل دول مختلفة في الاتحاد الأوروبي تلاحظون بأن هناك اتصالات ومشورات بين رواساء ووزراء من هذه الدول مع الحقومة الإسرائيلية الحالية من أجل ليس فقط وكف هذه الحرب وإنما أيضا من أجل الامتثال بهذه الأوامر الملزمة للمحكمة العدلة الدولية التي هي على محكمة سلالا أفادت وسائر الإعلام فلسطينية بوقوع قصف مدفعي وجوي استهدف المناطق الوسطى والغربية والشرقية من مدينة رفح الفلسطينية وذكرت وسائر الإعلام الفلسطينية أن هناك اشتباكات مستمرة وقوية مع قوات الاحتلال في محيط مسجد العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت سبع مجازر بحق العائلات في قطاع غزة وأفدت الصحة الفلسطينية بأن تلك المجازر راح ضحيتها 66 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية فضلا عن إصابة 383 آخرين يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 ألفا وخمسين شهيدا كما بلغ إجمالي عدد المصابين منذ السبع من أكتوبر وحتى الآن 81 ألفا وستة وعشرين شخصا يتحرك الغزيون في رحلة نزوح جديدة للبحث عن مكان آمن للمرة الثامنة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في أعقاب السبع من أكتوبر فبعد المجزرة الإسرائيلية في مخيم تل السلطان برفح الفلسطينية بدأ الفلسطينيون البحث في أي شيء متبقي من متاعهم بين رماد المحرقة في مخيم تل السلطان برفح الفلسطينية يبحث الغزيون عن أي شيء من متعلقاتهم المتبقية وسط رماد المحرقة التي اكتاحت خيامهم حين قصف جيش الاحتلال النازحين المحتمين فيما كان يوصف بالمنطقة الآمنة إحنا الليلة موتنا هان موتنا شفنا الموت بعينينا للأمانة وأطفال اللي عندي كلهم يصاوبوا بعد هيك يعني إحنا راحين على مدينة حمد وبرضو مدينة حمد يعني مش آمنة فيها موت أكتر من هان فإحنا مش عارفين وين نروح اليهود قالوا لنا أنه هذه منطقة آمنة طب منطقة آمنة ليش ضربتوها يعني إحنا قاعدين بنموت كل يوم بنموت وبعدين كل نجنة إحنا بننجلها بتكلفنا حوالي ألف شكل ألف شكل بس أجار مواصلات طب أنا من وين بدي أجيب يلملم الغزيون شاتاتهم وما يصلح من متاعهم لرحلة نزوح أخرى للمرة الثامنة دون أن يعلموا إلى أي أرض آمنة يرتحلون البنات النسوان تصوبن لحد أنا وقعدنا اللملم في جروحنا واللملم في حالنا وجبنا اللي قدرنا نحصله حصلناه واللي استشهد الله يرحمه وزي ما انت شايف في الآن إحنا قاعدين بننزح على مناطق أكود لعله وعسى يكون فيها الأمن والأمان أحسن أو أفضل من هذا المكان اللي انت شايفه وهيك انت شايفهان وهيك شايفهان إيش بيصير وإحنا نزحنا من بيت له يعني من حد ما قالونا انزحوا وطلعوا اطلعنا واسمعنا لكلامهم لما نشيرهم واليهم لا كلام مطبق ولا ما نشير مطبقه وانت زي ما انت شايف يعني الى البهدل وين مجا نظرات عابسة تكسو وجوه أطفال ونساء غزة بعد هول ما رأوه على مدار شهور عدة لتأتي مجزرة رفح الفلسطينية لتنثر دماء الشهداء في كل أنحاء القطاع احنا كنا هنا في نفس المكان متواجدين كنا خيام هنا قاعدين ما استفقنا فجأة لقينا اشي بضوي صاروخ نازل علينا في نفس المكان ما عرفنا وين الروح ولا وين نيجي الدنيا ظلمة ما فيش سعفات فورية ما جاتش على طول نتطلع مش عارفين اشلاء هانا وش مقطعين هانا وما كان شهدهان وما كان شهدهان وهي نعمال احنا ننزح قاعدين باللمبغرادنا مش عارفين وين الروح ما فيش مكان ضايل آمن حتى احنا نلتجئ له مش عارفين وين الروح إنه نزوح آخر في طريق غير معلوم فيقين الغزيين الآن أنهم غير آمنين ومن نجى منهم من المحرقة يبحثوا عن وجهة لعله يحيا ليوم آخر لا تفرق اسرائيل في استهدافها بين المقاتلين والمدنيين فتقصف عشوائيا ما يقابلها ما أدى إلى استشهاد نحو 15500 طفل من ينجو من الأطفال يعيش مأساة حقيقية إما أصبح ذي إعاقة أو يحتاج لعلاج نفسي كراء ما يشاهده يوميا من مجازر يرتكبها الاحتلال المزيد في سياق العرض الآتي مع الزميل ياسي الرشدي رفح مدينة الأطفال هكذا أطلقت عليها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف المدينة التي باتت تؤوي مئات الألاف من الأطفال النازحين من أماكن مختلفة داخل قطاع غزة وعلى ضوء ذلك تقول يونسف إن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى حماية عاجلة فهل هذا ما يحدث داخل القطاع في القوانين والاتفاقات الدولية مبدأ واضح وملزم في الحروب يعرف بمبدأ التمييز والتناسب هذا المبدأ يلزم دائما المحتلة أو أطراف الحرب بتمييز المدنيين ويحضر توجيه الهجمات ضدهم وبالتالي فاتفاقيات الحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات حقوق الطفل تحضر العقابة الجماعية الذي تقوم به إسرائيل بحق الأطفال في قطاع غزة باعتبار ذلك جريمة حرب فليب لازاريني المفوض العام للأونرواق قال في تصريحات سابقة إن أرقام الأمم المتحدة لضحايا الأطفال خلال أربعة أعوام من النزاع في جميع أنحاء العالم بين العامين 2019 و2022 بلغ نحو 12 ألف طفل في حين أن عدد الشهداء من الأطفال في قطاع غزة خلال أشهر فقط منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغ نحو 15 ألفا وخمسمائة طفل بما يعادل سقوط أربعة وسبعين طفلا شهيدا يوميا ونسبة إلى إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان يتجلى بوضوح أن أكثر المستهدفين من القصف الإسرائيلي هم الأطفال في حين أن المادة الرابعة والعشرين من اتفاقية جينيف تنص على أنهم يجب اتخاذ التدابير الضرورية لحماية الأطفال في الحروب وضمان عدم إهمال من هم دون الخامسة عشرة من العمر الذين يتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب وتيسيروا إعالتهم وممارسة طقوسهم الدينية وتعليمه الدراسي في جميع الأحوال وبالتالي يجب حماية الاحتلال للمدارس في حين أن ما يحدث على أرض الواقع في غزة عكس ذلك تماما فجميع مدارس غزة تم قصفها من قبل قوات الاحتلال حتى مدارس الأنروا التابعة للأمم المتحدة القصف العشوائي الإسرائيلي ليس فقط المسؤول عن معاناة الأطفال في قطاع غزة إذ أن عددا كبيرا منهم سقطوا شهداء جراء سوء التغذية وانتشار الأمراض التي سببها عدوان الاحتلال في جميع أراضي القطاع فمنظمة الصحة العالمية تقول إن عدد الأطفال الذين توفوا خلال الحرب على غزة بسبب سوء التغذية وانتشار الأمراض يزداد يوما بعد يوم بجانب أن نحو عشرين ألف طفل أصبحوا يتامة جراء قتل نحو أحد عشر ألف امرأة كما تقول الأنروا إن عشرات الألاف من الأطفال أصبحوا ذوي إعاقات بسبب إصاباتهم في القصف المتوصل يونسف هي الأخرى تقول إن نحو مليون طفل فلسطيني في غزة يعانون من أزمات نفسية وإن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل المتخصصة وهي بالطبع خدمات غير متوفرة داخل القطاع جراء قصف المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية في غزة ومن ثم تعطل القطاع الصحي والاجتماعي بالكامل في القطاع رغم أن القانون الدولي يحذر تماما قصف مثل تلك المنشآت إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم قتل بحق شيوخ ونساء ورجال في غزة تحت ذريعة انتمائهم لفصائل فلسطينية وهو الأمر الذي بالمناسبة نفته منظمات أممية ومسؤولون دوليون فكيف ستبرر قتلها الآلاف من الأطفال والذين من بينهم رضع دون خمسة أعوام دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكي البنيز إلى فرض عقوبات دولية وحظر وتعليق العلاقات مع إسرائيل بسبب تحديها أمر محكمة العدل الدولية وقالت أن إسرائيل تكثف هجماتها على رفح رغم أوامر المحكمة بوقف هجومها وأضافت البنيز أن إسرائيل لن تتوقف عن ما وصفته بالجنون حتى توقفه الأمم المتحدة بنفسها بفرض عقوبات وحظر على الأسلحة وتعليق العلاقات الدبلوماثية والسياسية الأوضاع التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية تزداد سوءا وخاصة على هلاء الذين تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر والذين وصل عددهم إلى ثمانية آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعين أسيرا وزارة الأسرى الفلسطينية وهيئات أهلية أكدت في بيانات وتقارير هول الأحوال التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية المزيد في سياق العرض التالي نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكدت المقررة الأممية المعنية بالتعذيب ألس جيل أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات في السجون الإسرائيلية وأضافت جيل للقاهرة الإخبارية أنها طالبت بزيارة مسؤولين ومراقبين دوليين إلى السجون الإسرائيلية للتعرف على حالة الأسرى الفلسطينيين داعية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن حالة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال مؤخرا وفقا للسلطات الإسرائيلية كان هناك عدة مزاعم تتعلق بالتعذيب ومعاملة غير آدمية يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين ولكن بالنسبة للأعداد فإنها فوق الألف لا يوجد لدي عدد كبار الأطفال وليست لدي هذه الأحصائيات ولكنني حصلت على هذه الأرقام من حكومة إسرائيل عودة إلى الأوضاع الميدانية في قطاع غزة حيث تفيد وسائل إعلام فلسطينية بتواصل القصف المدفعي والجوية للمناطق الوسطى والغربية والشرقية من مدينة رفح الفلسطينية وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن هناك اشتباكات مستمرة وقوية مع قوات الاحتلال في محيط مسجد العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية يأتي هذا بالتزامن مع عمليات نزوح واسعة النطاق من مدينة رفح الفلسطينية جراء قصف يستهدف منازل في محيط دوار زعرب وتل السلطان وأحي السعودي للمزيد ينضم إلينا من خان يونس مراسلون يوسف أبو كويك يوسف أهلا بك هلأ أطلعتنا على تفاصيل القصف المدفعي والجوي الذي استهدف مناطق متفرقة من منطقة رفح الفلسطينية نعم في الحقيقة العملية البرية تتسع يوما بعد آخر في مدينة رفح حيث طال القصف المدفعي هذه المرة المناطق الغربية من المدينة وهي مناطق لم يطلب منها الاحتلال الإسرائيلي الإخلاء على غرار ما جرى مع شرق المدينة حيث وصلت القذائف المدفعية إلى الحي السعودي في المنطقة الغربية من رفح إضافة إلى عدة منازل في محيط دوار زعرب خاصة أن هناك شقتين سكانيتين استهدفتان من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية إضافة أيضا إلى ارتقاء سبعة شهداء إثرى غارة سادفت منزلا لعائلة الحشاش في منطقة عريبة وكذلك ستة من الإصابات التي نقلت باتجاه المشفى الإماراتي في المنطقة الغربية من مدينة رفح بعد فقدان المشفى الكويتي القدرة على استقبال أي من الجرحى وإخلاء هذه المشفى ونقلها نحو المشفى الميداني في المنطقة الغربية من محافظة خان يونس وعمل أيضا بعض الطواقم في مشفى الإمارات غرب مدينة رفح نظرا لأن هذه المنطقة باتت منطقة خطرة ولا تستطيع سيارات الإسعاف التحرك هناك ولا حتى أن المواطنين يتمكنون من نقل المصابين إلى هذه المشفى لأنها على مشارف منطقة الشابورة الغربية وهي منطقة تتعرض منذ ساعات إلى قصف مدفعي عنيف حالها حال مخيم يبنى الواقع إلى الجنوب من مدينة رفح حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة منازل إضافة إلى نسف بعض أو تدمير بعض البنايات بالطائرات الحربية الإسرائيلية الوضع في مدينة رفح يشي بالتساع نطاق العملية البرية خاصة بعد وصول آليتين إسرائيليتين إلى ما يعرف بتلة زعرب غرب المدينة وهو أمر خلق حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين بإمكانية وصول هذه الآليات في أي ساعة نحو المناطق الغربية من مدينة رفح حتى وإن اقتصر هذا التقدم في محور صلاح الدين أو ما يسميه الاحتلال محور فلادلفيا لذلك هناك تطورات ميدانية متسارعة خاصة وأن الآليات الإسرائيلية أيضا تحركت من منطقة بوابة صلاح الدين باتجاه مدرسة السبع وهي مدرسة قريبة من ما يعرف بالدوار الشرقي وهناك تجري اشتباكات ما بين المقاومة الفلسطينية وهذه الآليات نعم يوسف يعني هناك بعض وسائل الإعلام تحدثت عن تحركات عسكرية مدعومة بغطاء جوي هل لديك تفاصيل ومعلومات عن هذه الأخبار بالفعل كل تقدم بري يجري في مدينة رفح منذ اليوم الأول لهذه العملية البرية التي بدأت في السابع من الشهر الجاري يكون هناك تمهيد ناري إما من خلال الطائرات الحربية الإسرائيلية التي يسمع دويها أيضا من هذه المنطقة حيث نقف في مدينة خانيونس إضافة إلى القصف المدفعي المتواصل وفي هذا التوقيت ونحن نتحدث نستمع إلى دوي انفجار على ما يبدو أيضا في مدينة رفح هذه المدينة التي يتعرض الآن وسطها إلى القصف المدفعي والجوي في إطار ما يسمى بالتمهيد الناري لتقدم الآليات الإسرائيلية التي بدأت تناور على ما يبدو للتمركز وسط مدينة رفح وهذا يعني اتساع نطاق العملية من محور صلاح الدين باتجاه المناطق الغربية وكذلك مناطق الوسط لسيما منطقة يبنى وهو أمر تقدم هذه الآليات باتجاه أيضا مشارف المنطقة الجنوبية الشرقية من مخيم الشابورة التي لوح الجيش الإسرائيلي في أكثر من مناسبة بأن جيشه يعمل في تلك المنطقة وكنا قد أشرنا سابقا أن الجيش بآلياته أو جنود المشا لم يقتحم أو يدخل إلى منطقة الشابورة وإنما هناك سيطرة نارية للآليات الإسرائيلية التي تمركزت عند بوابة صلاح الدين على مشارف المنطقة الشرقية من الشابورة إضافة إلى أن الطائرات بأنواعها المختلفة لسيما الطائرات المروحية التي تطلق نيران أسلحتها الرشاشة صوب زقاق تلك المنطقة وهنا أتحدث عن منطقة الشابورة أو ما تعرف بطائرات الكويت كابتر التي تهدد كل من يتحرك بالمنطقة وفي ساعات المساء الأخيرة يوم أمس استهدفت الطائرات الإسرائيلية إثنين من الطواقم العاملة داخل المشفى الكويتي وسط المدينة لذا باتت الأمور أكثر تعقيدا في مدينة رفح وواضح أن الاحتلال لم يلتزم بما أصدرته محكمة العدل العليا التي دعت إلى وقف العملية البرية في رفح وإنما كان الرد الإسرائيلي بتوسيع نطاق هذه العملية البرية نعم يوسف يعني حتى أتأكد أنني فهمت هذه النقطة منك بشكل صحيح هل أفهم منك الآن أن جيش الاحتلال يحاول أن يتمركز في وسط مدينة رفح الفلسطينية؟ حتى اللحظة لا نستطيع أن نقول أن الاحتلال يتمركز وسط المدينة لأنه منذ عدة أيام هو يسيطر على بوابة صلاح الدين يتقدم باتجاه مدارس إذن نحو نتحدث عن تمهيق؟ يقوم بعملية مناورات عسكرية نعم نتحدث عن إعادة تموض وإعادة انتشار لهذه الآليات لكن عملية التمركز كما تابعنا منذ اليوم الأول لعملية رفح البرية أن الاحتلال يتقدم ببطء هذه الآليات التي وصلت إلى مشارف وسط المدينة لم تتمركز بعد وإنما هي تسيطر ناريا وتستطيع أيضا التحرك في وسط المدينة لكن هي عمليات مناورة تقدم من ثم عودة نحو بوابة صلاح الدين كما جرى مساء يوم أمس حينما تقدمت آليتين عسكريتين يبدو أنهم ريبوت ولا يوجد فيها جنود هذه الآليات وصلت إلى تلة زعرب وهي أقصى تقريبا ما وصلت إليه الآليات الإسرائيلية باتجاه الغرب وبهذا التقدم كانت قد تجاوزت منطقة يبنى وتجاوزت أيضا منطقة المشفى الكويتي وباتت على مشارف المنطقة الغربية من منطقة يبنى لذلك لا نستطيع أن نقول أن الآليات تمركزت وإنما تقوم بعملية مناورة هي وصلت إلى تلة زعرب ومن ثم عادت مجددا باتجاه الشرق عند مسجد ذنورين الأقرب إلى بوابة صلاح الدين وفكرة الوصول إلى الكراج الشرقي من مدينة رفح كان قد حصل في الأيام الماضية باتت الآليات على مشارف منطقة الكراج الشرقي ومن ثم تراجعت إلى منطقة بوابة صلاح الدين لذلك حتى هذه اللحظة لا نتحدث عن تمركز للآليات الإسرائيلية في وسط المدينة وإنما هناك قدرة نارية للسيطرة على وسط المدينة وهذه الآليات تناور هي تقترب من وسط المدينة بالفعل ولا يفصلها سوى بضع مئات من الأمتار لأننا حينما نقول أن آليات الاحتلال عند بوابة صلاح الدين يعني أن هذه الآليات لا تبتعد سوى ربما أربعمائة متر فقط عن منطقة الكراج الشرقي ومنطقة العودة وهي تقدمت عند مدارس السبع ما يعني أنها لم تبتعد سوى مئة متر عن منطقة الكراج الشرقي لكنها لم تبقى هناك عادت إلى بوابة صلاح الدين هذا التقدم أيضا الذي يجري في ساعات الليل ربما يكون تمهيد لتمركز آليات الاحتلال وسط المدينة ومن هناك يمكن أن تنطلق وتستكمل العملية البرية باتجاه منطقة الشبورة لكن حتى هذه اللحظة ما زلنا نتحدث عن إعادة انتشار وإعادة تموضع لهذه الآليات نعم يوسف يعني هل حدثتنا أخيرا عن أوضاع النازحين في مدينة رفح الفلسطينية خاصة بعد الأحداث التي حصلت بالأمس وما يجري اليوم واقع النازحين في مدينة رفح وبقية المحافظات هو واقع معقد يزداد سوء كلما تقدمت العملية البرية وتسعى نطاقها الجغرافي في مدينة رفح بالأمس كانت للمرة الأولى تقصف المناطق الغربية بالمدفعية الإسرائيلية هذا خلق حالة من الخوف والهلع لدى كثير من المواطنين الذين ما زالوا في منازلهم ومناطق سكناهم في المنطقة الغربية من المدينة على اعتبار أنها حسب الدعاءات الاحتلال ليست مناطق قتال خطيرة لكن واضح أن الآليات الإسرائيلية أينما تصل تستهدف على بعد ربما كيلو وأكثر من كيلو متر واحد بالقذائف المدفعية خارج نطاق ما يقوم الاحتلال الإسرائيلي برسمه على الخرائط التي يقوم بتوزيعها إما من خلال الطائرات أو نشرها عبر مواقع التواصل للاجتماع لذلك هناك حالة نزوح مستمرة من مدينة رفح ومن مناطقها الغربية هذا جرى منذ اليوم الأول لبدء العملية البرية لكن أيضا بالأمس حينما وصلت الآليات إلى منطقة تلت زعرب هذا يعني أن منطقة دوار زعرب باتت منطقة خطيرة والبقاء فيها يشكل خطر على المدني لذلك هناك بالفعل حالة نزوح مستمرة من منطقة رفح إلى أقصى المناطق الغربية من مدينة خانيونس لسيما أيضا وأن المجزرة الأخيرة التي اقترفها الاحتلال ضد خيام النازحين في منطقة البراكسات الواقعة إلى الشمال الغربي من المدينة هي أيضا أعطت مؤشرات خطيرة أنه ما من مكان آمن في هذه المدينة لا بأطرافها الشمالية الغربية ولا حتى في أطرافها الغربية حتى وإن حاول الاحتلال الإسرائيلي عبر بعض التصريحات أن يقول أن المنطقة التي وقعت فيها المجزرة لم تكن في نطاق المناطق الإنسانية لكن المؤكد أن هذه المناطق هي خارج نطاق ما نشرها الاحتلال الإسرائيلي من خرائط وصفها بمناطق القتال العربية عفوا يوسف عفوا إن كنت تسمعوني هذه المشاهدة التي معنا الآن هي عن مشاهد من قصف في حي الدرج في قطاع غزة هل من تفاصيل لديك عن هذا القصف؟ بالفعل في حي الدرج الليلة استهدف الاحتلال الإسرائيلي منزلا أثريا من منازل هذا الحي هناك أنباء حسب المصادر المحلية الفلسطينية عن أن طواقم الدفاع المدني استطاعت انتشال جثمين ستة شهداء بينما البحث جار عن آخرين تحت الأنقاض إن كانوا أحياء أو أنهم باتوا في عداد القتلى لكن حسب الدفاع المدني فإنه حتى هذه اللحظة لا يسمع صوت لمن هم باتوا في عداد القتلى أو المفقودين من صحات تعبير أسفل هذه الأنقاض ولكن هناك بحث جار من قبل رجالات الدفاع المدني بأدوات بسيطة جدا تكاد تكون بدائية في محاولة للوصول إلى جثمين الشهداء وهي ليست المرة الأولى في غضون الساعات والأيام الأخيرة التي تستهدف فيها المناطق الشرقية من مدينة غزة نعم مراسلنا من خان يونس يوسف أبو كريك شكرا لك نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين استعداد رئيس حكومة الاحتلال بين يمين نتنياهو لحل مجلس الحرب بعد الإنذار الذي وجهه عضو مجلس الحرب بين جانس وفي وقت سابق أعلن جانس أنه يمهر نتنياهو حتى الثامن من يونيو المقبل لتحديد استراتيجية واضحة للحرب ومبعدها وتوعد جانس نتنياهو بأنه سينسحب من حكومة الطوارئ إذا لم يلبي الطلبات مشيرا إلى أنه إذا واصل نتنياهو طريقه الحالي سيتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات تفاقمت الخلافات بين المسؤولين في إسرائيل خاصة بين زعيم المعارضة يائر لبيد ورئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وخلال لقاء في الكنسة أكد لبيد أن نتنياهو لا يصلح لقيادة الحكومة بعدما تسبب في أكبر إخفاق في إسرائيل وفقدان عشرات الجنود وفشل أيضا في أداء مهامه مطالبا بإقالته وإجراء انتخابات مبكرة خلافات الداخل في دولة الاحتلال تتفاقم يوما بعد يوم حتى وصلت إلى أروقة الكنسة وباتت الحكومة الإسرائيلية في مأزق داخلي محكم متخطية كل الحواجز التي وضعها نتنياهو وحديثه الدائم عن ضرورة الحرب بغرض خفي هو تثبيت أركان حكمه زعيم المعارضة يائر لابيد أعلنها أمام الكنسة محمل نتنياهو مسؤولية الكوارث التي تحدث في إسرائيل مؤكدا أنه لا يستحق رئاسة الحكومة بعد فقدان عشرات الجنود كما حمل نتنياهو مسؤولية أكبر إخفاق في تاريخ إسرائيل في هجوم السابع من أكتوبر لابيد اتهم نتنياهو بالفشل في أداء مهمته مؤكدا أنه أصبح غير مؤهل للبقاء في منصبه خاصة وأنه غير قادر على ما وصفه بالتحكم في وزراء حكومته المتطرفين الذين يتحكمون فيه وفي مصير الشعب بل واتهم لابيد الوزراء المتطرفين بسارقة المال العام والتسبب في إثارة الأزمات تصريحات لابيد ضد نتنياهو تتصاعد في كل لحظة فقبل أيام انتشر فيديو لجندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على رئيس الأركان ووزير الدفاع يو آف جالنت وطاعة نتنياهو فقط وهو ما وصفه لابيد بالدعوات التحريضية التي تثير الفتنة مشيرا إلى أن نتنياهو يدعو إلى حرب الأشقاء وحل الجيش في محاولة أخرى للهروب من المسؤولية داعيا إلى إنهاء سيطرة هذه الحكومة التي تسببت في مقتل الجنود واستمرار الحرب وبقاء المحتجزين في قطاع غزة دون حل إضافة إلى هروب مئات ألف مستوطن من المستوطنات نتنياهو وصل إلى السلطة من خلال التحالف مع المسؤولين المتطرفين ونجح في تشكيل حكومته التي أشعلت النيران في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويبدو أن هذه العناصر المتطرفة ستكون سببا هي رسلطته إلى الأبد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة في منطقة إيلات مع رصد نشاط للدفاعات الجوية الإسرائيلية وفي وقت سابق كشفت وسائل عراقية عن قصفها بثلاث طائرات مسيرة أهدافا عسكرية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل إلى هنا تنتهي نشرتنا وهذه تذكرة بالعنوين مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المنتشرة على الحدود ومن تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فلادلفيا تقارير عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الضربة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية موسيقى بعد انذارات جانتس لرئيس الحكومة الإسرائيلية وسائل إعلام تتحدث عن اعتزام لتنياهو حل مجلس الحرب موسيقى مشاهدين نهاية نشرتنا نشكركم على طيب المتابعة صاحبكم فيها محمد رضا إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى